مرجعنا لحضراتكم مرة تانية ومنورنا الكاتب الصحفي والشاعر الأستاذ خلف جابر والله هنتكلم معاه عن كتابه ألف سيرة وسيرة الكتاب عبارة عن ست سير لشخصيات مشهورة مصرية وعربية وعالمية هنعرف أكتر من الكاتب وهنعرف أكتر عن الكتاب الحقيقة أنه واضح أنه كتاب شايق أهلا بيك أستاذ خلف أهلا بيك وزي ما كنا بندردش مع بعض قبل الهوى على طول أو قبل التسجيل على طول أنه جميل في الست شخصيات أن الست شخصيات ما لهمش علاقة ببعض كل واحد من عالم وكل واحد من حكاية وكل واحد جاي من مكان مختلف تماما هو السير فعلا فيه تنوع على مستوى المجالات اللي هم جايين منها يعني فيه مثلا محمد صلاح دي على المجال الرياضي بالزبط فيه ترامب صغير على المستوى السياسي كان فيه يمكن نجيب محفوظ نجيب محفوظ وعليزة كريستي وشيكسبير طبعا يمكن كمان على مستوى الحقول لهم جاي من يعني عندنا أدب وفيه ناس لو مهتمية بالأدب فيه ناس مهتمية بالرياضة فيه ناس مهتمية بالسياسة على مستوى البلدان حتى اللي هم جايين من وفيه طلال مداح كمان كفهنان يعني سيرته موجودة برضو في الكتاب صح فمواطن الشخصيات دي أو جنسياتها مختلفة المرجعية اللي هم جايين منها مختلفة أو المصدر اللي هم بيستمدوا أهميتهم منه مختلفة سواء مرجعتهم سياسية أو فنية أو ثقافية أو رياضية يمكن ده خلى الكتاب يعني مناسب لقطاعات أو لشرائح مختلفة من الناس وأعتقد أن التنوع ده كمان إدى الكتاب ثراء يعني التنوع ده خلى الكتاب اللي هو فيه من كل حتة حكاية أه طبعا هي الكتاب كان في البداية كان عبارة عن كتاب صوتي أصلا مجموعة من الكتب الصوتية بنتناول فيها تحت عنوان ألف سيرة أو سيرة بنتناول فيها سير الشخص أو الأعلام للناس مهتمية حتى أن أتعرف أو تتبع سيرتهم بعد كده أتحول الكتاب للنسخة الورقية اللي هو ظهر عليها دي وزي ما حضرت الجولت في المقدمة يمكن إحنا شعب بشكل عام يمين للحكي فكرة تحدوتها يعني حتى لو أنا تناول شخص ما محبتش أن أنا أتناوله على سبيل وكبيد يبقى اللي هي معلومات ولد ونشأ وترعرع وتم حفظ الحاجات لكن كنت دائما بخلج سيرة موازية من حياة الشخص ده برضو تبقى مستمدة من تفصيل ما بنبني عليها حدوتها لأننا بشكل عام حتى لو عايزين نعرف سير حد بنبدأ نعرف حكي بقى وراح وإيه اللي حصل بعدها عايزين نسمع حكايته بطريقة حلوة وبطريقة لذيذة شيقة مش بنتكلم على يعني حاجة مؤرخة أو مش بنتكلم على حاجة موثقة لي لكن إحنا الموضوع بيتم تناوله على شكل حكاية يعني لأن كمان ممكن الشخص يكون هو عنده استعداد ما لمعرفة الحكاية دي بمجرد ما الشخص يبدأ يقص الحدوتة عليه أنا أمل اللي هو خلاص طيب يديني نعاها يعني إيه هيتجوزه في الآخر ولا إيه اللي هيتم فأنا حب نعرف فبالتالي على الكاتب بقى اللي هو مهتم بالسير أو بالحدوتة مان هو يبقى فيه عنصر يخليني أمشي معاكل الآخر أكمل معاكل أكمل معاكل الحدوتة يعني يعني أنا عارف أن صلاح لاعب كبير ووصل لإنجازات كبيرة بس في الأول وفي الأخر أنا عشان أسمع قصة حياته كاملة لازم دي يتم بشكل فيه دراما فيه عنصر تشويق في الأول وفي الأخر كله مبني على أحداث حاجة يعني المعلومة معلومة موثقة تماما في مصادر التوصيق لكن بشكل ما الحدوتة ما الحدوتة اللي أنا ببني عليها تبقى حدوتة إلى حد ما متخيلة يعني ألف سيرة وسيرة اسم الكتاب بيفكرني بألف ليلة وليلة يعني دايما نيجي ببالي ألف ليلة وليلة ليه ألف سيرة وسيرة معا أنه هم ستة ما هو يعني نأمل أنه هم مبدئيا يبقى فيه أجزاء أخرى للكتاب آه أوكي يعني حضرتك كنت بتفكر في أنه وارد أنه بعد كده يكون فيه سير مختلفة مجازة عن شخصيات مهمة أو محققة في مجالاتها زي الألف سيرة وسيرة آه فيه أكتر من جانب الجانب الأول طبعا هي فكرة الحاكي زي ما حدثك قلتي ألف ليلة وليلة فكرة القصة أيها ربطتني على طول نحن بنحكي حدوتة يا جماعة على غرار ألف سيرة وسيرة أي ألف ليلة وليلة صحيح فحواديت هنحكيها بشكل ما متعلقة بالشخص دي فأنت حبيت تجذب الناس تحسسهم من فيها حدوتة حيوة هتسمعوها أو أسفة هتقروها هتقروها أو كانوا بيسمعوها في الأول برضو يعني كانت بتسمع في الأول بعد كده إحنا بعد النجاح للنسخة الصوتية من الكتاب يعني الحمد لله بدأنا ننهزل نسخة الورقة فبرضو الأمور فيها حكي ومقلوفة على الودان من فكرة ألف سيرة وسيرة أو ألف حكاية حكاية هل أنا هكتب فهي ألف حكاية وسيرة الله أعلم يعني ملت Bhadad ne ان شاء الله يديك طلط الأمر ويديك من الإدااع اللي تقدر أن تكمل به ألف حكاية والألف سيرة فكرة الكتب الصوتية وحضرتك دكرت دايما في البداية دلوقتي وهي فكرة أنه ألف سيرة وسيرة كان من ضمن الكتب الصوتية أو من ضمن قائمة الكتب الصوتية كانت بصوت حضرتك لأ أنا دي طبع شركة ستروتيل وأنا كنت بكتب يعني أنا مسؤول عن الكتابة بس بس ميش الإلقاء لأن حضرتك شاعر توارد أنك تكون قلته بصوتك عشان كده سألتك أنا عندي ديوان بصوتي كل أشعار بسجلها بصوتي لكن بالنسبة للكتابة احنا بنستعين بناس متخصصة في ده بتبدأ أن هي برضو تساعدنا بفكرة تخصوها في الأول في الأخر هي دعوة للعمل يعني كل اللي بيقدر يعمل شيء بشكل احترافي يساهم بده فمثلا المؤدية والقارئ الصوتي في ناس متخصصة لده مفهوم فهو بيجي جادر أنه كمان يحكيه الحدوتة بشكل شيق أكثر يضيف للي أنا كده كمان يعني أنا حابب أنه هو يعني يضيف للي أنا كده بطريقته جميل حبيت تجربة الكتب الصوتية حبيت التجربة دي وشايف إقبال الناس عليها عامل إزاي أو إقبال القراء عليها عامل إزاي وأعمالهم إيه اللي بيقبلوا على الكتب الصوتية لأنه يمكن الكتب الصوتية دايما بنحس أنها ممكن تكون أكتر للأطفال ممكن تكون أكتر للأعمار اللي لسه ما عندهاش القدرة على الإراية ولا بقيت ليها مكان دلوقتي الكتب الصوتية حتى في الروايات حتى في الأدب حتى في الحكايات الكتب الصوتية بشكل عام يعني هي العلاقة ما بين الكتاب الصوتي والكتاب الورقي مش تنافس يعني الموضوع مش تنافس مش تنافس بس هي أكتر من أن فيه عدة أنواع واللي بيناسبه شيء بياخده ففي ظل العصر اللي احنا فيه اللي هو عصر الصرعة وعصر اللي طول الوقت فيه إحنا إقاعه سريع بشكل عام ففكرة اللي جول الكتاب الورقي ما بجولش أنه اختفى ما زال الكتاب الورقي رغم طبعاً لا ده ليه متعته ليه متعته الخاصة ديه ليه متعته الخاصة جداً لكن فيه ناس مش متوفر لها الوقت بقى للقراءة بشكل ورقي فبيبدأ مثلاً وهو ساج العربية فيه طريق مثلاً ساعة ساعتين فبيبدأ يشغل كتاب ويسمعه صح أحياناً ممكن على فكرة ستة البيت تبقى وهي مشغولة بتعمل مثلاً التزاماتها في البيت تبقى مشغالة وبتسمع وبتتعلم حضرتك سألت عن الشرائح المهتمة هل أطفالها بالعكس يمكن المرأة على فكرة من الشرائح المقبلة جداً على الكتاب الصوت لأن بشكل عام هي أكثر تواجداً في البيت وهي بتجون بالأعمال المنزلية اللي هي الأدوية اللي هي ممكن زي أنها يبقى متفرغ تتشغل كتاب صوت في الخلفية هي ممكن تتحرك عادي جداً في البيت وفي نفس الوقت قادرة تعمل حاجة تانية اللي هي بشكل آلي مش محتاج زيهني بتحضر أكل بتعمل شيء ما بتقول هدوم ففي قطاعات كتير جداً للتعاون على الكتاب الصوت الطفل منهم بس مش الكل مش الكل المرأة موجودة بشكل قوي جداً لإنشغالها طول الوقت والفكرة هي عايزة أتعاوض نقص الفكرة أنا هلسه هروح بقى أجيب كتاب ورقي وأدور عليه طبعة دار وستت مسؤولياتها كتيرة كمان أحياناً ما بيبقاش فيه الوقت الطويل هي فكرة الوقت وتفرغ فالكتاب الصوتي هو طبعاً مستقبله كبير جداً لأنه هو مناسب للعصرة أكتر مناسب لفكرة أن أنا ممكن طب أنا ما عنديش وقت أن أنا آره طيب عشان الشغل فابتاع فنوفر لك ده في العربية بنوفر لك ده في الشركة بنوفر لك ده في البيت وانتقاد معلومين تشغله فالشباب موجودين بشكل كبير جداً والأطفال موجودين بشكل كبير برضو بس يمكن المرأة برضو وجودها قوي في كل حاجة جميل للتالي يا منورانا في الكتاب الصوت جميل